قطر تحاول بأي طريقة الخروج من أزمتها الناجمة عن عدائها لدول الجوار آخر تلك المحاولات سعي الدوحة إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية باعتماد قانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49% القانون الجديد يتيح الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات بينما يحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراضي لمستثمر لإقامة المشاريع والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمهورية في بعض الحالات قطر تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية ونسج علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي سببتها أزمة المقاطعة والعقوبات ولا أدل على ذلك من إعفاء ثمانين جنسية من تأشيرة الدخول رياض عشور العربية